اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا اتفقنا قبل كده ان انا لما باجي ارسم قطعة فنية لازم احدد نوعيتها ولما بحدد نوعيتها بحدد بناء عليه المقاسات اللي انا هحتاجها يعني ايه الكلام ده فاكرين الكلام ده احنا اتكلمناه كتير بس احنا لازم برضو نعيده ونأكد عليه مع كل موديل ومع كل قطعة فنية احنا بندراسها يعني ايه الكلام اللي انا كنت بقوله ده معناها ان انا لما باجي اجسم بطرون جاكت يبقى انا محتاج مقاسات الجسم للجزء العلوي محتاج مقاسات الجسم للجزء العلوي اللي هي دوران رقبة خط كتف طول دهر طول السدر دوران السدر دوران الوسط طول الجاكت لو انا عايز عمق القبط دي كلها مقاسات انا بحتاجها للجزء العلوي طبعا المقاسات دي مختلفة عن لو انا برسم بطرون للجزء السفلي اللي هو يتمثل بالنسبة للملاجبس الرجال في ايه في البنطلون او الشورت لما باجي ارسم بطلون او شورت انا بحتاج مقاسات مختلفة غير مقاسات الجزء العلوي وطبعا كل المقاسات دي مدرجة عندي فين في الجدول الخاص بالمقاسات للبطرونات الرجالي طيب احنا النهاردة هنرسم ايه قال لي هرسم النموذج الاساسي للجاكت الصيفي والجاكت الصيفي اللي احنا اتفقنا بنلاقي انكل وجده وبابا لو بابا يسنه كبير شوية بيلبسه لانه طبعا بيبقى خفيف وسهل وسريع في الاستخدام بالنسبة للملابس الصيفية طب انا لما هاجي ألبسه ممكن على فكرة ما بحتاجش قلب ستحته قميس فرنجي اي بدلة اي جاكت بدلة البليزر العادي بتاعنا انا بحتاج لازم قلب ستحته قميس فرنجي لكن الجاكت الصيفي دي او البدلة الصيفي انا مش بحتاج قلب ستحتها اي حاجة غير الفنلة الداخلية او الملابس الداخلية طب هاجي ارسم البطرون احنا بنتكلم على بطرون اساسي وبعد البطرون اساسي طبعا بشوف الموديل اللي هو ميديهوني احنا هنشوف سوا الموديل وهنستخرج المقسات اللي احنا عايزينها على حسب مقسات الشخص وزي ما اتفقنا قبل كده ان انا عندي فيه نوعين من الجداول جداول خاصة بالاشخاص طويلة القامة وجداول خاصة بالاشخاص قصيري القامة بس كله ده بيتحدد على ايه؟ بيتحدد بناءا على طول ونسب الجسم للشخص اللي موجود عندي انا بحدد اول مقاس عندي اللي هو دوران السدر وبناءا عليه وطبعا طول السدر او طول الظهر وبناءا عليه انا بعرف اذا كان الشخص ده من طويل القامة او قصير القامة ومن انهي جدول انا بستخرج باقي المقسات بتاعته لان زي ما اتفقنا قبل كده ان فيه مقسات انا ما ينفعش اخدها من على الشخص نفسه فيه ابعاد ما ينفعش انا استخرجها من على الشخص انا مش هعرف اطلعها بالتقنية اللي هو طالبها في البطرون نفسه طيب هنشوف الموديل بتاعنا النهارده شكله ايه؟ وهنشرحه سوا مع بعض على فكرة يا ولاد احنا لازم دايما لما نشوف اي موديل اشرح الموديل ده لنفسي وزي ما اتفقنا قبل كده اعتدت معاكم ان انا اي موديل لازم انصفه انصفه بالمصدرة كده بخط خفيف علشان ابدأ ان انا اوازن هل النصف اليمين متماثل مع النصف الشمال او لا؟ طبعا بالنسبة للملابس الرجالي دايما بتكون متماثلة النصفين لكن الكلام ده بالنسبة للملابس الاطفال او ملابس البنات والاطفال وملابس السيدات بيبقى ممكن النصفين غير متماثلين لاختلاف القصات والموديلات المتنوعة لكن الملابس الرجالي بتعتبر عندي سهلة وبسيطة دايما الرجالة سهلين في كل شيء ومريحين بصراحة كاباء وكابناء وكاخوة فعشان كده احنا دايما بنعمل ايه؟ بنقسم البطرون بتاعنا نصين وابدأ اشتغل على نص واحد النص اللي انا هستخدمه في البطرون بتاعي النص ده بشوف فيه ايه؟ وليكن مثلا لقيت فيه زرار وعروة يبقى انا فيه عندي مرد في الموديل بتاعي فيه وليكن صفرة اه لو فيه خط صفرة شكل الصفرة دي مستقيمة ولا ميلة ولا الصفرة دي شكلها ايه؟ بحدد هل فيه اي كسرة اي خط اي 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 اوبشنز موجود عندي في الموديل يبقى انا لازم اعرف الحاجات الموجودة كلها ممكن يكون فيه جيب يبقى انا اعرف مكان الجيب هل الجيب ده فوق علوي ولا ده جيب صفلي الجيب ده جاي في قصة ولا جاي جانبي في خط الجنب ببدأ كل الحاجات دي انا احددها واشرحها لنفسي وانا بشرح الموديل وزي ما بنقول كده ايه؟ بنفسسه بنحلله اسمها تحليل الموديل اعرف اجزاءه عبارة عن ايه هنعمل كده دلوقتي مع بعض وهنشوف الموديل بتاعنا بالنسبة للجاكت الرجالي الصيفي معايا كده نتجه ايه للشاشة ونشوف شكل البدلة ايه اللي موجودة عندي وطبعا بمجرد ما هتشوفوها هتعرفوا ان الموديل ده خاص بالملابس الايه؟ بالملابس الصيفية للرجال كبيري السن شوية شايفين الموديل بتاعنا؟ قال لي اهو طبعا ده هنا واخدين بالكو الأزرار مالها الأزرار من أول فوق علوية الأزرار علوية من أول المرد بتاعي وطبعا هنا في الحالة دي زي ما قلتلكم مش بحتاج ممكن قلبس تحتها عميس فرانجي ممكن وممكن لأ يعني على حسب راحة الشخص وعلى حسب ايه الجو برضو وعلى حسب الاسطايل اللي هو حبه بلاحظ ايه؟ لو انا نصفت الموديل كده بخط بسيط اه قدين بشتغل على نص فيه صفرة شايفين خط الصفرة؟ وعلى فكرة الصفرة دي صفرة مستقيمة ولو لاحظنا انها ممكن نلاقيها تقريبا في نص الحردة مفيش مشكلة يا ولاد لو احنا رسمناها في النص رسمناها في التلت لو جات في المكان اللي مرسومة فيه او جات أعلى شوية مفيش مشكلة مش هتفرق كتير بس طبعا ما عملهاش اكتر من كده علشان اراعي مكان الجيب لان الجيب انا بستخدم الجيب ده ممكن الشخص عندي احيانا في بعض الناس بتحب تحط المحفظة لو هي محفظة مش ضخمة قوي ممكن تحطها في الجيب ده تستخدمه او ممكن تحط بعض اوراق خاصة يعني هنا اراعي مكان الجيب في الحالة دي الصفرة مكانها يا اما في التلت العلوي للحردة القبط او في نص الحردة بالكتير ما بتعداش المسافات دي ولا اخليها مرتفعة قوي فوق كده لا طبعا ما كان مش هيبقى مناسب بالنسبة للجيب او اخليها لأسفل لأسفل زيادة هيبقى الجيب كأنه سائط كأن الجيب وقع من الشخص هيبقى ما كانه مش مناسب فطبعا انا لازم اراعي النسب الموجودة عندي مش بنقول احيانا مقاسات لكن بنراعي نسب معينة وبنفهم معنى كلمة التلت العلوي من الحردة او نصف حردة القبط في ايه تاني اه الجيب لي قلبة الجيب في كلونة صغيرة الفتحة دي دي مش فتحة دي هنا الجيب فيه كأنه نوع من التوسيع عشان يديني راحة في الايه في الاستخدام لما انا بستخدم الجيب بيبقى فيه احيانا كلونة صغيرة وزي ما قلنا قبل كده معنى كلمة الكلونة يعني كسرتين متقابلتين بيبقوا احيانا مسبتين من اعلى ومن اسفل طبعا ده في الجيب هنا مسبتين من اعلى ومن اسفل لكن لو انا بتكلم على جونيلا او مثلا على جاكت موجودة عندي في الحالة دي الكلونة بتبقى مسبتة من اعلى بس او واخد وضع المكوى او وضع الكي من اعلى لكن مفتوحة من اسفل عشان تدي راحة في الاستخدام طيب في حاجة تانية اللي لقى فيه هنا هيكولة مركبة فين في القلبة بتاعة المرض اللي موجود عندي الكوم زي ما انتوا شايفين الكوم ماله منتهي بخط مستقيب يعني ما فيهوش اسورة على فكرة الجاكت ده ممكن يبقى نص كوم مفيش مشكلة ممكن يبقى بكم عادي ممكن يبقى فيه اسورة على حسب الموديل او زي ما احنا شايفين الكوم هنا بتاعنا مفهوش اي اسورة انا كده شرحت وحللت الامام طب ارجع اشوف الخلف اه رسم الخلف عندي قبل كده احنا اتفقنا ان لو التصميم مجاش فيه الخلف معناها ان الخلف سادة الخلف مفيش اي قصات لا هو هنا قال لي لا معلش ده الخلف عندي فيه قصة فيه صفرة اهي شايفين الصفرة اه ده خط الصفرة وعلى فكرة يفضل انه يكون على نفس امتداد صفرة الامام علشان يبقى شكلهم مناسب ايه كمان قال لي فيه خط هنا الخط ده ده خط كسرة خط كسرة المفروض الكسرة دي مسبتة وماخدة خياطة في الجزء العلوي والجزء السفلي هنا بتبقى شبه مفتوحة علشان تديني راحة في الايه في الحركة وفي الاستخدام ووسع للموديل والتصميم بتاعي وطبعا فيه هنا ده ظهر الكولة المركبة في التصميم ده تحليل للتصميم بتاعي هل انا هحتاج امام كامل لا طبعا لاني النصف اليمين متماسل مع النصف الشمال والخلف قال لي نفس الكلام النصف اليمين متماسل مع النصف الشمال فانا قريدي بشتغل على ايه على نصف بطرون واخدين بالكو انا كتب ايه هنا الرسم بمقياس واحد لاربعة ليه عشان دي بطرونات رجالي مقاسات كبيرة فالاسكتش عندنا مش هيكفي ان انا ارسم بنص مقاس او تلت مقاس فيفضل ان انا ارسم بطروني بربع مقاس طبعا الكلام ده انا بتكلمه ليه عشان احنا طلبة وبنشتغل في اسكتش او في ورقة الامتحان بيبقى نصف فرخ او فرخ ابيض لكن مش مقاسات حقيقية لكن الابعاد والمقاسات اللي احنا بنستخدمها تبقى حقيقي لكن انا بعملها عملية تصغير نبدأ نشوف هنا ايه تاني قال لي هاجي هنا وهيشوف المقاسات انا بتكلم على جاكت ايه المقاسات اللي انا هحتاجها قال لي المقاسات اللي انا هحتاجها اهي دوران السدر دوران الرقبة سوري معلش دوران السدر هنا طالع عندي 100 100 سنتي دوران الرقبة 40 سنتي عمق الابت 24 و 4 من 10 طول الظهر 44 و 6 من 10 نصف عرض الظهر 20 سنتي طول الجاكت طبعا حسب الرغبة وحسب الموضة اللي موجودة احنا في موضة يبقى الجاكت طويل شوية في موضة يبقى الجاكت قصية شوية دي المقاسات تقريبا اللي احنا بنستخدمها في البطرون بتاعنا اللي احنا هنستخدمها ياولاد انا هعايزة ان انتو تتمرنوا على مقاسات تاني ده المقاس اللي انا بديهلكو كنموذج كمثال لكن انتو المفروض ان انتو تستخرجوا مقاسات اخرى من الجدول اجي انا كده اشوف انا ايه المقاسات اللي عايزها عايز دوران صدر انا تعودت وحفظت المقاس مية وبقسمه على الاتنين ووضيف له الاضافة المتعارفة عليها طبعا كل نموذج اساسي لتقسيمة مختلفة فعشان كده احنا بنحفظ التقسيمة مش بنحفظ المقاسات لانه في الامتحان هو ممكن يجيب لي مقاسات غير اللي انا متعود عليها اي مقاس عشان كده بقولكم نبدأ نيجي كده في الجدول ونحدد مقاس معين وليكن مقاسك انت شخصي لو انت مثلا ولد او مثلا انت بنت وعادة تعملي حاجة البابا وتعمليها نوع من التجربة وتتعلمي او لاخوكي مفيش مشكلة بعمل ايه ببدأ اخد المقاس بتاع دوران السدر واستخرج باقي المقاسات كلها من الجدول علشان خطر ايه تطلع مقاساتي مظبوطة ممكن اعملها نوع من الايه من الكمبير مقارنة ما بين الايه مقاسات اللي انا اخدتها وما بين النقاسات الفعالية اللي في الجدول وابدأ اعمل التقسيمة واعمل مع نفسي بطرون للايه للشخص اللي انا عايز اعمله بطرون اساسي او نموذج اساسي طب في الحالة دي هستخدم مقياس الرسم قال لي نا 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 ماستخدمش مقياس الرسم احنا بنقول ايه هنجيب فرخ كبير وارسم عليه المقاسات والتقسيمة اللي موجودة عندي اللي انا بتعود عليها وبحفظها وبتمرن عليها بس بمقاس حقيقي فعلي في الحالة دي ما ليش جاعة بمقياس الرسم احنا طبيعي بنرسم المقاسات بتاعتنا وبنعمل التقسيمة وبيجي عند اخر خطوة بعمل ايه بعمل الاسمة على المقياس اذا كنت شغالة بمقياس 1 الاربعة بقسم على الاربعة اللي اخب نتيجة المفروض ان انا اجي على طول بعدها مباشرة وابدأ ارسم هي دي اللي انا بعمل ايه بقسمها على المقياس على حسب ما هو مديهوني في الايه في المعطيات بتاعتي طب هنشوف باقي المقاسات بتاعتنا عشان نبدأ نرسم البطرون قال لي هنا كده انا بالنسبالي المفروض ان انا هعمل ايه هحدد زي ما احنا متعودين في بطروناتنا عرض البطرون يا ولاد اللي بيرجع للكتاب ممكن هنقول بيتوها شوية مش عايزين نرجع اوي للكتاب عشان ما نطلخبطش لاني بتفاجأوا يا حبيبي اني اول خطوة انا بشتغلها معاكم دايما بحب ان انتو تحددوا مقاس الجدول اول خطوة دايما سوري مقاس البطرون اول خطوة دايما بنحددها عرض البطرون مطوله وبعد كده اشتغل جوا طبعا الكتاب ماشي بتقنية تانية او بطريقة تانية الطريقة دي تحترم اوكي مفيش مشكلة بس علشان خاطر نتعود على سيستم معين في البطرونات بتاعتنا وفي الرسم بتاعنا وعشان ما انتهش وخطوطنا تبقى مقطعة الخط قصير لأ الطول لأ امسح منه لأ خرج برا الحدود اللي انا عايزها لأ انا بعودكو دايما على ان انتو ترسموا بطريقة تانية اسهل شوية اللي هي ايه ان انا دايما بحدد عرض بطروني وطوله وبعد كده ابدأ احدد كل الخطوط الداخلية نشوف هنا كده اول مقاس بنحدده وبحدد عرض البطروني ازاي باخد دوران السدر اقسمه على الاتنين يعني باخد نص نص دوران السدر فاكرين ليه باخد نص الدوران بتاع السدر عشان اتفقنا ان احنا بنرسم دايما نص بطرون لسه كنا بنقول انا عندي النصفين متماسلين نصف اليمين والنصف الشمال فعشان كده انا مش بحتاج ان انا اعمل ايه ان انا ارسم بطرون كامل لكن برسم نص بطرون هنيجي دلوقتي هنبدأ نرسم لو سمحتو دايما نحط كده في ذهننا المعلومات الاساسية والحاجات اللي بقولكو عليها قواعد للرسم اللي هي اول حاجة عندي مين ان انا باجي احدد دايما عرض البطرون بنياخد دوران السدر بالنسبة للجزء العلوي بدن برسم بطرون جزء علوي باخد دوران السدر وقسمه على الاتنين باخد نص دوران السدر دي قاعدة اساسية قاعدة ما بننسهاش لاني انا برسم نص بطرون نص يمين او نص امامي ونص خلفي هنبدأ تلوقتي نكتب مع بعض ونرسم مع بعض كله جاب الاسكتش بتاعه او جبته ورقة عشان ترسمه فيها ياريت نتابع مع بعض ونرسم خطوة خطوة انا بشتغل بالراحة مش هشتغل بسرعة علشان اللي حابب يرسم معايا يرسم وزي ما بقول لكم بنيجي بنكتب الخطوات بنكتبها واحنا بنرسم على الرسم عشان لما تيجوا تراجعوا بعد الحلقة ما تخلص تعرفوا ايه الخطوات دي جبتوها منين وياريت بعد الحلقة ما تخلص على طول نرسم البطرون كمان مرة لان ده هيسبت المعلومة معاكم وهيخليكم تحفظوا البطرون يقص أسهل بالنسبة لكم لكن لو سبتوها بعد أسبوع شكرا باي باي كل المعلومات فقدت واتمسحت من الدماغنا لو سمحتوا نبدأ نعمل ايه نبدأ نعمل التقسيمة علشان نرسم البطرون بتاعنا كله معايا جاب المسطرة والقلم الرصاص جاب الاسكتش يلا نبدأ نرسم البطرون بتاعنا أول حاجة أنا هعملها هنا هنكتبها سوا اللي هي بحدد مين عرض البطرون لو سمحتوا التقسيمات نكتبها التقسيمة نكتبها عندنا على جنب في البطرون في الاسكتش بتاعنا هاجي هنا اول حاجة اول خطوة هكتبها اللي هي مين بحدد عرض البطرون بتاعي وعرض البطرون قلت بيساوي ايه قلت بيساوي ها نص دوران ادي عرض البطرون بيساوي نص محيط او دوران السدر هنا هضيف له قد ايه هضيف له سبعة ونص هنضيف له سبعة ونص اساسي ده بالنسبة لعرض البطرون طب طول البطرون ما انا بقولك احنا بنحدد المستطيل بتاعنا ونشتغل جواه طول البطرون بتاعي هيبقى عبارة عن طول الجاكت زائد واحد سانتي يبقى انا هنا عرض البطرون بيبقى نص محيط السدر زائد سبعة ونص وطول البطرون عبارة عن طول الجاكت زائد سانتي هنبدأ نرسم البطرون بتاعنا قلنا قلم رصاص انا هنا بستخدم قلم خفيف اهو معاكم علشان نرسم ايه بالراحة هاجي هنا اول حاجة طبعا هنا دوران السدر عندكو كان 100 مش كده برضو كان 100 سانتي بنقسمه على الاتنين بيديني 50 بضيف له السبعة ونص بيطلع لي 57 ونص 57 ونص ده مقاس طبيعي لو انتو هترسموا فعلا في البيت لكن لو انا هرسم في الاسكتش بقسم على كام على اربعة هبدأ هنا كده بالراحة وهاخد الناتج بتاع اللي انا قسمته على الاربعة وهرسم يا ولاد عرض البطرون لو سمحتوا زي ما قلنا قبل كده ان البطرون بتاعي علشان يطلع مظبوط هعمل ايه لازم بحدد من اعلى مقاس وليكن 3 سانتي 4 سانتي واخد نفس المقاس الناحية التانية علشان بداية البطرون بتاعي يطلع مظبوط لكن لو انا ما عملتش كده البطرون بتاعي ممكن يجي مائي اليمين مائي الشمال وطبعا ده شيء مش مستحب واحنا بنرسم البطرونات بتاعنا بتاعتنا باجي هنا انا رسمت عرض البطرون اكتبوا معايا على طول انا جبته منين جبته من نص ها ايوا محيط السدر زائد 7 ونص اكتبوا الكلام ده على الخط كل خط بنرسمه بنكتب احنا جبناه منين طيب هابدأ ارسم طول الجاكت اهو طول الجاكت اخدوا منين قال لي طول الجاكت زائد سانتي برسم طول الجاكت زائد سانتي وبانزل بخطوط مستقيمة وبقفل المستطيل بتاعي وطبعا قلتلكوا الكلام ده بيريحنا فان احنا لما بنرسم الخطوط الداخلية تبقى مظبوطة والرسم بتاعنا يبقى مظبوط باجي هنا كده يا حبيبي وبكتب على الخط ده من اسفل انا جبته منين جبته من طول ايوا الجاكت زائد واحد زائد سانتي يبقى انا هنا كده حددت عرض البطرون وطوله الخطوة اللي بحدها على طول بعمل ايه اللي باجي هنا بابدأ اقيس من اول البطرون الى اسفل مقاس عمق ايوا الابط اتعودتوا على الموضوع ده برسم دايما من اول البطرون الاسفل علشنا عفوا عمق الابط بس هنا بضفله زائد تلاتة سانتي زائد تلاتة سانتي وبرسم خط افقي لاخر البطرون طبعا لو انا مش محدد عرض البطرون هرسم الخط ده وامده كده بدون مقاس الخط جي هنا انا رسمت بقى يعني بدون ما بحدد مقاسات لا اجي اطول شوية طبعا الكلام ده لما بايق انا اكمل بقى الخطوط بلاي الخطوط مش مظبوطة يا ولاد فعشان كده دايما بحب ان انا احدد عرض البطرون وطوله من الاول بحدد المستطيل الاساسي اللي انا بشتغل جواه بكل الخطوط بتاعتي طيب الخطوة اللي بعدها بعمل ايه من نفس النقطة بنزل الى اسفل خط ايه اللي خط طول الخسر او بنسميه طول الضهر بس بضيف له واحد سانتي وبارسم خط افقي لاخر البطرون اهو طيب وبعدين قال لي انا هنا كده كنت محدد طول الجاكت مش كده برضو قال لي معلش في عندي خط احيانا بستخدمه اللي هو بسميه خط طول الارداف بقيسه من هنا لغاية هنا هو مقاسه كام قال لي هو مقاسه 22 بالنسبة للمقاسات الموجودة عندي خط الارداف ياولد انا اصلا باخده من على الجسم الانساني من عند خط الوسط الاسفل يبقى انا بقيسه من عند خط الوسط الاسفل اللي خط الوسط اتفقت اللي هو اسمه خط الخسر بقيسه لاسفل مقدار 22 سنتي ده بالنسبة للمقاسات والابعاد اللي احنا شغالين بيها وبارسم خط افقي طبعا عايزين تكتبوا على المقاسات على الخطوط اللي احنا كتبناها ده خط عمق الابت ماشي ده خط الخسر اوكي خط الارداف تمام خط نهاية الديل او خط طول الجاكت تمام كل دي حاجات براحتكم تمام بس انا هنا مش هكتبها دلوقتي ليه علشان الخطوط والارقام والكتابات اللي عندي في البطور ما تكترش ولما نيجي نشرح الخطوط تطلق بطو فيها فعشان كده عايزة ديني تبقى ايه سهلة بالنسبة لكم وتبقى واضحة الخطوط الموجودة طيب بعد كده اللي تعالي معايا بحدد عرض سوري بحدد حردة الرقبة الخلفية وعشان احدد حردة الرقبة الخلفية بعمل ايه باخد ربع الحردة اه باخد ربع محيط الرقبة بس ايه ناقص سنتيونس وبكتب الكلام ده يا ولاد وابدأ ان انا اقيسه من اول البطرون باخد المقاز بتاعي اللي هو عبارة عن ايه ربع محيط الرقبة ناقص سنتيونس الناتج اللي بيطلع بعمل ايه بقسمه على اربعة مقياس الرسم وبضع النقطة بتاعتي بالطريقة دي النقطة اللي انا حطتها على البطرون برتفع لاعلى بالطريقة فيها مقدر برتفع في البطرون هنا برتفع لاعلى مقدر 2 سنتي عند حضراتكم 2 سنتي يعني بما يوازي نص سنتي بربع مقاس يبقى هنا طلعت قد ايه انا طلعت نص اتنين سنتي انا بكت مقاسات الطبيعية طلعت اتنين سنتي الاعلى ارتفعت الاعلى اتنين سنتي ودلوقتي هرسم الرقبة بتاعتي لغاية دلوقتي كويس في حاجة مش واضحة احنا ماشيين خطوة خطوة اتمنى كله يرسم معي طب بعد كده هل يتعالوا هنبدأ نحدد ايه هنبدأ نحدد عرض الضهر طيب وعرض الضهر احنا دايما متعودين باجي ارسمه على خط ايه عمق الابت بحدده على خط عمق الابت بقيس من اول خط عمق الابت لليمين مقدار نص عرض الضهر زائد اتنين سنتي نص عرض الضهر زائد اتنين سنتي وبضع النقطة وبرتفع بالنقطة بتاعتي دي لاعلى بخطه مستقيم يقابل اول البطرون فوق طيب كويس وبعدين تعالوا معايا بقى تعالوا معايا هنبدأ نقسم المسافة اللي هنا العلوية علشان نهيه نبدأ نحدد خط ارتكاز الكتف احنا ما عندناش تستخطل الكتف هجيبه منين اللي لازم اجي هنا انصف مسافة اخد نص عمق الابت هاخد ايه نص عمق الابت بس لما هجي انصفه هاخد زائد سنتي انصف المسافة واخد نص عمق الابت زائد سنتي وهرسم خط افقي وهكتب الخط دلوقتي حالا اهو الخط ده جيبته منين قال لي نص عمق الابت يا ولاد الخط اللي سوف لي اللي هنا ده اللي انا حددت عليه عرض الضهر ده عمق الابت زائد تلاتة عمق الابت زائد تلاتة في حين الخط العلوي الصغير اللي هيوصل للخط القائم باخد نص عمق الابت زائد سنتي وبعدين المسافة اللي هنا انا هنصفها بالنص وبضع النقطة وارسم خط افقي يقابل العمود اللي انا رسمته طيب ممكن نعمل هنا علامة تساوي عشان ابقى عارف ان انا نصفت المسافة من اول البطرون بتاعي لغاية خط نص عمق الابت طيب بعد كده بنعمل ايه اللي باجي بعد كده الخط اللي انا شوفوا كل الخطوط اللي انا رسمتها دي عشان اوصل للخط ده عشان الخط ده انا عنده وهو ده اللي بنائنا عليه انا ببدأ احدد خط ارتكاز كتف الخلف احنا خليوا بالكو ده الخلف وطبعا بيبقى الجهة اليوم نادي بتبقى الامام طيب عشان انا احدد خط ميل او خط ارتكاز الكتف الخط الخط ده هرتفع لأعلى اتنين سانتي واتفقت معاكم اتنين سانتي يعني قد ايه يعني نص في البطرون بدعنا برتفع لأعلى اتنين سانتي وبتحرك لليمين برضو اتنين سانتي يبقى انا طلعت لفوق اتنين سانتي والبرة اتنين سانتي وهوصل النقطة دي ببداية الرقبة يبقى انا طلعت ارتفعت الاعلى وللخارج اتنين سانتي لليمين واثنين سانتي الاعلى وبناء عليه انا رسمت خط ايه خط كتف الخلف طيب ممكن اوصل خط كتف الخلف بالخط ده هنا لغاية خط نصف عمق الابت بخط بالمسطرة يعني بجهز البطرون بتاعي بالطريقة دي بالمسطرة سوري وبعدين قال لي المفروض ان انا هنا انتوا حفظين وتعودتوا خلاص ان انا ببدأ من هنا دلوقتي احدد الخط الفاصل عشان احدد الخط الفاصل قبل ما احدده لازم اعرف انا هرسمه فين قال لي فانا باجي يا ولاد اخد من اول البطرون لليمين هنا كده مقدار ايه مقدار تلت محيط السدر تلت محيط السدر زائد سنتي السدر عندي كان كام دوران السدر كان 100 التلت 33 و3 و3 و8 بضف له سنتي ب34 و3 و3 و8 ده المقاس الطبيعي احنا متعودين بقسم على 4 عشان انا شغال بايه بمقياس رسم 1 ل4 فانا بقسم الناتج على 4 وهاجي اخد الناتج بتاعي واقيسه على خط عمق الابط لليمين واضع النقطة بتاعدي النقطة اللي انا حطتها دي هرتفع منها عمود لاعلى مقداره 2 سنتي ونص العمود ارتفاعه قد ايه 2 سنتي ونص حبيبي واخدين بالكو انا كل خطوة بكتب انا جبتها منين بس بكتب جبتها منين اللي هيشوف المنظر في النهاية هيش هيعرف لكن اللي متابع معايا وبيكتب وبيرسم هيبقى طبعا فاهم انا مشيت ازاي التسلسل والتدرج في الرسم عشان خطوات تيجي كلها مظبوطة طيب بعد كده هابدى اقيس المسافة ما بين خط عرض ظهر الخلف ما بين نقطة التلت لمحيط السدر وهنصفها وتحرك سنتي لليمين يبقى انا نصفت وتحركت سنتي لليمين وانزلت بي عمود لاسفل البطرون العمود ده يا ولاد هو مين اللي ده هو الخط الفاصل بين الامام والخلف تاني نقول الجزء الاخير ده جبنا منين انا باجي هنا على خط عمق الابط زي التلاتة بقيس من اول البطرون لليمين للجهة دي كده مقدار ايه قال لي مقدار تلت محيط السدر زي سنتي والمقاس اللي بيطلع طبعا انا بعد التقسيم بقسمه على الاربعة وبضع النقطة بتاعتي وبرتفع لأعلى اتنين سنتي بعد كده بقيس المسافة بين العمودين القائمين وبنصف وبتحرك سنتي جهة اليمين ويبقى انا حددت الخط الفاصل دلوقتي انا ممكن ارسم باقي حردة الابط الخلفية هتيجي معايا بالشكل ده كده خلص الخلف مرسي خالص الخلف بالنسبة لي انتهى ما فيوش حاجة غير جزئية بسيطة خالص هنعملها اللي هي تعديل خط الجم او عند الخط الفاصل هنا وخط الجم بيبقى فيه جزء صغير هنكمله نبدأ نتجه لمين للامام ونكمل بطرون الامام طب في الامام فيه ايه قال لي المفروض احدد الرقبة بالنسبة لرقبة الامام عشان احدد الحردة حردة الرقبة الامامية انا باخد ربع الحردة ربع حردة الرقبة ناقص اثنين سنتي باخد ربع حردة الرقبة ناقص اثنين سنتي ده بالنسبة للحردة من اعلى بالنسبة لعمق الحردة انا باخد خمس الرقبة ناقص سنتي وببدأ اننا طبعا الرقبة هنا كانت عندنا اربعين سنتي اربعين سنتي لما قسمها على الاربعة بتبقى عشرة ويشيل منها اثنين يبقى تمانية اقسم التمانية على الاربعة يطلع لي اثنين سنتي شايفين المسطرة ادي اثنين سنتي وبالنسبة للعمق الحاردة باخد بقسم على خمسة طبعا اربعين على الخمسة فيها لview قلنا تمانية بنقص منها سنتي يبقى سابعة وعلى الاربعة بتبقى اهيه زي ما احنا رسمناها اثنين الاربعة وابدأ اوصل دوران الرقبة لغاية دلوقتي الدنيا كويسة بطرول ناشي حلو معاكم نكمل دلوقتي هعمل ايه قال لي لازم احدد الكتف طب عشان احدد الكتف للامام قال لي هوصل شايفين النقطة الرقبة بداية الرقبة هوصلها بخط خفيف لغاية مين لغاية خط اتكاز كتف الخلف اهو شايفين ايجي معايا مين معايا مين معايا هنا اهو هوصلها بخط خفيف ايه دي الخط بتاعي اهو طيب وبعدين قال لي هاجي هنا هائيس يا ولاد هائيس كتف الخلف هشوفه قد ايه وهنقص منه سبعة من عشرة سبعة من عشرة يعني سبعة شرط بالمقاس الطبيعي طبعا انا بالمقاس الطبيعي انا هنا شغال مش مقاس طبيعي سبعة شرط انا اقسمهم على ايه على الاربعة يعني كأنهم مجازا شرطتين يبقى انا هاخد المقاس بتاعي ده ونقص منه فعلي حقيقي في البطرون هنا شرطتين بس واجي هنا اعمل ايه اخد المقاس بتاعي اهو وحطيت نقطة صغيرة النقطة دي انا هرسم منها خط وهمي وهوصله بالعمود القائم كلمة خط وهمي يعني خط مقطع خط مش كامل مش متصل طب و بعد كده قال لي الخط اللي انا رسمته ده انا هنزل من عنده هنا كده الاسفل اتنين سانتي قال له بالكم خط الكتف ده جبته منين ازاي اللي جبته من كتف الخلف ايوا سمع ناس بتقول لي ناقص سبعة من عشرة بربو عليكم صح صحين طيب ونزلت الاسفل قد ايه نزلت اتنين سانتي اتنين سانتي في المقاس بربع مقاس يعني نص وهرسم كتف الايه الامام ايه دي خط كتف الامام هوصله بقى بخط ايه متصل اساسي باجي هنا في الخط الوهمي ياولاد هدخل جوه كده للداخل مقدار بتاع اتنين سانتي برد ليه قال لي عشان انا الحردة بتبقى حردة القبط بيبقى فيها انحناء فيها دوران وهبدأ ااخد من النقطة دي لغاية النقطة دي كده بخط خفيف في انحناء بسيط كده وهوصلها بنقطة الاثنين ونص وبعدين اكمل باقي الحردة هوصلها بصو انا جيت في نص المسافة دخلت اتنين سانتي وبعدين هوصلها بنقطة الاثنين ونص وارسم باقي الحردة احنا كده رسمنا حردة القبط الامامية هنقول تاني الجزئية دي عشان انا عارف انها شوية هتلخبطكو عشان ارسم كده الامام بعمل ايه ببدأ اوصل من بداية الرقبة بخط ارتكاز كده الخلف بوصلها بالمسطرة الخط ده انا مش بستخدمه لكن انا بيساعدني في رسم خطوطي الخط ده انا بحدد عليه خط كدف الخلف بس باخد خط كدف الخلف وانقص منه سبعة من عشرة وبعد ما نقصت السبعة من عشرة بنزل انا خدت المقاسة هو بنزل لاسفل اتنين سانتي واصلا الخط ده انا بوصله بخط وهمي بالعمود القائم اللي هو اتنين ونص وبعد كده ببدأ ارسم خط كدف الامامية عشان ارسم الحردة في نص المسافة في الخط الوهمي بدخل لجوه للداخل اتنين سانتي وبوصل من بداية الكتف لنقطة الاثنين سانتي بدوران خفيف وبعدين اوصلها بنقطة الاثنين ونص واكمل دوران الابط واكمل دوران الابط بتاعي لغاية دلوقتي الدنيا واضحة هاللي طيب دايما بنعمل تعديل في البطرون الرجالي علشان احيانا بيبقى فيه الجسم الرجالي بيكون دايما فيه احيانا كرش شوية او بيكون الجزء العلوي محتاج ريحه غير البطرون الحريمي البطرون الحريم احنا بنفذ له بنسى لكن البطرون الرجالي بعمل له تعديل فبطول البطرون بتاعي الاسفل بطول البطرون الاسفل اتنين سانتي بنزل كده على خط نصف الخلف الامام لأسفل كده تحت 2 سنتي وبوصلها بالمسطرة لغاية خط الجنب لغاية خط الفاصل اهي او خط الجنب بالمسطرة عملت تعديل صغير في أسفل البطرون طب و بعد كده قال لي انا كده ده البطرون الاساسي بس لسه ماكملش فيه جزئية مهمة قوي احنا بنعمل ده جاكت يا ولاد مش قميسة فرانجي القميسة الفرانجي بيبقى فضفاض شوية اوكي لو هو قلنا التقليدي عشان بلبسه جوه البدلة وقلنا بالنسبة للسبور كنت بعمله التكسيم لكن هنا دي بدلة فالبدلة انا بعمل لها جزء تكسيم عند خط الجنب والجزء ده لازم انافتزه اولا بيدي شكل جمالي وفي نفس الوقت بيدي تكسيم بالشياكة طب انا هنفزه ازاي لما هاجي انافتزه اول حاجة انا بعملها باجي هنا شايفين الخط اللي كنت محدده بتاع خط عرض الضهر انا بتحرك لليسار منه على خط عمق الابت بتحرك هنا كده اتنين سانتي ونص يبقى انا بنعند العمود القائم اللي انا كنت رسم محدد عليه عرض الضهر بتحرك لليسار قد ايه اتنين سانتي ونص وبحط نقطة النقطة دي انا برسم منها خط وهمي لأسفل اتفعنا الخط الوهمي اللي هو خط ايه غير متصل خط مقطع خط وهمي اتحركت قد ايه اتنين سانتي ونص للايه لليسار انا بعمل سهم اهو شايفين السهم السوانن اهو استو من هنا لليسار اتنين سانتي ونص طيب وبعد كده قال لي المفروض ان انا الخط ده لما هاجي انا اعمل تكسيم في الجاكت ما هو تكسيم لازم اعمله راحة وتوسيع فهنفذ التوسيع ازاي قال لي عند نفس الخط من اسفل هتحرك بقى لليمين على خط الديل مقدار تلاتة سانتي تلاتة سانتي بربع مقاس يعني سبع شرط وحطت النقطة بتاعتي طيب وبعدين هبدأ اوصل لما هوصل عشان تشوفوا شكل الخط انا هوصلوا بالخط بالقلم الازرق هوصلوا بالقلم الازرق عشان تشوفوا قريدي احنا شغالين في الخلف فما فيش مشكلة عشان ارسم الخطوط اللي انا عملتها دي باجي من عند بداية القبط الحردة النهائية هنا هوصلها بخط الخط الوهمي على خط الوسط بالمسطرة اهو بالطريقة دي وبعدين انا كده عملت له خط تكسيم تكسيم للوسط وبعدين هعمله التوسيع لاسفل عند خط الديل فهوصل بالطريقة دي انا كده عملت ايه عملت تكسيم لخط الوسط وتوسيع ما كتبناش من تحت ان احنا تحركنا قد ايه تلاتة سانتي اتحركنا تلاتة سانتي هنا كدبين اتحركنا اتنين ونصف لكن هنا دي ثلاتة سانتي طيب وبعدين قال لي بعد كده المفروض ان انا بعمل تكسيم لخط الوسط من عند الخط من عند خط النصف احنا خلوا بالكم الخط ده اسمه ايه ولا تفاكرين اه لما باجي هنا ده كخط اساسي اسمه خط نصف الخلف والمفروض انه هو نسيج ايه طولي بس مش بكتب عليه متني لربما يكون في حاجة وفعلا هتيجي الحاجة دلوقتي اللي هي ايه انا هرسم تكسيم لخط الوسط عند خط الوسط هنا في خط النص هعمل له تكسيم التكسيم ده مقدره قد ايه قال لي مقدره سانتي ونص هدخل من اول على خط الوسط مش ده خط الوسط اللي هو اسمه خط الخسر هدخل لليمين لجوه كده مقدر سانتي ونص وهنزل بيها لأسفل لآخر البطرون لغاية خط الديل بخط مستقيم اهي شايفين انا بعملها بلون تاني لو واضح عندكم شايفين اللون الازرع اه انا عملت ايه رسمت الخط الاساسي بتاعي دخلت سانتي ونص ونزلت بيها بخط مستقيم لأسفل طب وبعدين قال لي انا كده دايما الراجل بيكون كتافه بنقول عريض عريض من فوق الكتاف بتكون عريضة فانا مش هقدر اعمله تكسين دايما الراجل بيبقى واخد شكل ايه شكل كمسري الجسم الرياضي للراجل بيبقى شكل كمسري طب بيبقى من فوق عريض ومن أسفل رفيع من أسفل بيبقى جسمه مش تخين مش سمين عشان كده أنا لما باجي أرسم البطرون أنا بسيب من فوق البطرونات مالها واسعة ومرتاحة والدورانات كبيرة زي ما أنا واخد بناء على الدوران بتاع البطرون لكن بعمل ايه عشان أريح له البطرون ما يبقىش الجاكت بتاعه واسع كده زي الجاكت بتاعي اعمل ايه فأنا بضطر ان انا أعمل تكسيم للجزء السفلي اللي هو عند خط الوسط عند خط الأرداف ببدأ أعمل التكسيمات اللي انتوا شايفينها دي وفي نفس الوقت بعمل الاتساعات اللي أنا بريحها عشان خاطر أصبط البطرون يبقى أنا فيه أجزاء بعمل فيها تكسيم وفيه أجزاء بعمل فيها توسيع عشان أريح البطرون بتاعي ويبقى التوسيع بشكل مناسب فعشان كده أنا جيت عند خط نصف الخلف من عند خط الوسط دخلت للدخل قد ايه سنتيونس وانزلت بيها خط مستقيم وانا برسم بالقلم الأزرق لإني قريدي أنا الخط ده على فكرة أنا هلونه الخطوط الأولانية كلها كانت بالقلم الرصاص الخط ده أنا عملته بالأزرق عشان تميزه الفرق في الألوان وللطبيعي أنا محتاجة هلونه لأنه ده خط أساسي عندي بس انتوا ما تعملوش قوي كده بالقلم على طول مباشرة لربما يبقى فيه خطأ معين وتضطروا ان انتوا ايه تعدلوا طيب وبعدين اللي بسيب من فوق بنفس الاتساع وهبدأ أوصلها بخط ميل عشان كده أنا مش هلعب في البطرون بتاعي من فوق هسيب الكتاف عريضة زي ما هي هنيجي نشوف الخط هوصله ازاي مع بعض في الايه في الورقة هجي هنا كده من عند خط شايفين خط ده آه ده خط نص عمق القابط هوصل بخط ميل لغاية الصنطي ونص اهو هتلاحظوا اني من فوق البطرون الرجال يماله عريض في حين من اسفل انا عملت له تكسيم كسمته حتى في البطرون الحريمي انا بعمل ايه بناء على اوسع منطقة اللي هي السدر في البطرون الجزء العلوي انا برسم البطرون وبعدين لما عايز اوسع بوسع في الجزء السفلي عايز اعمل تكسيم بكسم في خط الوسط يبقى انا على حسب البطرون دايما ارسم بطروني بناء انا على ايه على اوسع جزء في الجسم وبعدين اعمل التكسيم اللي انا عايزه اقدر اشيل من البطرون ومن القماش لكن لو انا عملته صغرنا مش هعرف اعلجه ملوش علاج عندي لكن لما يبقى واسع بنعمل ايه بنعلجه تمام وبعدين انا اشيل منه الاجزاء اللي انا مش عايزها واعمل التكسيمات وانفذ التكسيمات اللي انا محتاجها بعد كده هعمل ايه انا كده على فكرة جزء الخلف تقريبا خلص بس فاضل جزئية تكسيم الجزء الاوسط اللي في المنطقة الجنب ده لسه فاضل فيه خطوتين كده كله يصحصح معاي علشان نكملها وناخد الموديل بعد كده بتاع الجاكت اللي احنا كنا شرحناه في اول الحلقة هاجي هنا بالنسبة همسك القلم الرصاص تاني علشان الخطوط ما تطلخبطش باجي هنا بالنسبة للجزء بتاعي اللي هو في خط الجنب معاي هنا الجزء اللي في خط الجنب ده علشان انا اكمل الرسم بتاعه اللي ببدأ ان انا من عند الخط الفاصل هتحرك لليمين سنتي ونص للنحية دي بتحرك قد ايه سنتي ونص وهرسمها بخط وهمي اللي هو قلنا خط غير متصل خط مقطع علشان السنتي ونص اللي انا اتحركته ده على فكرة انا لازم اوصل بيه لغاية خط عمق الابت يعني اوصله بخط دوران الابت ما سبهوش كده مقطوع مش اجي عند الخط بتاع عمق الابت وروح بدية ارسم الخط الوهمي وما وصلهوش بحدة الابت يا ولاد كده يبقى في فجوة عندي في البطرون لليمين سنتي ونص طب ومعدين في المسافة دي في نصها تقريبا هتحرك لليمين مقدر نص سنتي كده خفيف وهرسم الجزء ده هنا كده بدوران بسيط هوصل من عند الابت لغاية خط الوست بنقطة النص سنتي اللي انا حطتها بدوران خفيف بس في حاجة انا صحيح بعمل هنا تكسيم للجزء ده بس انا محتاج اعمله توسيع من اسفل طب التوسيع هعمله ازاي هتحرك لليسار مقدر سنتي نشوف الحتة دي كده هنا بتحرك قد ايه بتحرك هنا لليسار مقدر سنتي انا اصلا متحرك سنتي ونص هبدأ اتحرك تاني لجوه سنتي بصو بروح وارجع شايفين الحركة تحركت سنتي ونص وارجعت همسك القلم الاحمر بما اني انا شغالة في الجنب اليمين في الجنب الاحمر وهوصل بنحناء عشان تشوفوا الخط ده الخط الوهمي اللي انا في نصه اتحركت للداخل نص سنتي وهوصل من اول البطرون كده بالمنظر ده وبعدين هوصلها بالمسترة بمقدار السنتي اللي انا كنت واخده تحت ايه ده شايفين اه انا كده اخيرا عملت التكسيم بتاع جنب الخال الامام عملته ازاي هقوله تاني اتحركت من عند الخط الفاصل لليمين سنتي ونص ورسمت خط وهمي وبعدين في نص المسافة ما بين خط امق الابت وخط الوسط دخلت لنداخل او لليمين برضو مقدار نص سنتي ورسمت خط منحني خفيف عشان اعمل تكسيم كده التعديل وفي نفس الوقت عملت توسيع للجزء السفلي باني اتحركت من الخط الوهمي للشمال من الناحية اليسار مقدار سنتي وبوصل بالمسطرة من عند خط الوسط الاسفل وهنا بوصلها بنحناء خفيف بعد كده بعمل ايه قال لي فاضل فتفوت اصغنونة هنكملها في الجزئية دي ونبقى ناخد الموديل المرة الجاي ايه بقى قال لي انا هنا كده بقلي امام لوحده والخلف لوحده طيب والجزئية دي لا دي جزئية لوحدها مستقلة وانا هعملها لكم بلون تاني علشان تخلوا بالكم باللون الاسود ما هو الاسود شغالين بيه خليها بالاسود التقيل شوية طيب هعمل ايه بقى شايفين الخط الوهمي اللي انا رسمته ده الخط ده انا محتاجا عشان هوصله بالخط الاحمر في الجزئية الداخلية وعند الخط الوهمي ده هتحرك لليمين بقى مقدار 75 من مية يعني بتحرك سنتي الاربع وابدأ اوصل بالمسترة من الخط من اول البطرون بتاعي على الخط الوهمي هوصل بقى الخط الوهمي عشان خط الوسط وبعدين هوصله بال7 من 10 بصوا حصل ايه حصل نوع من التداخل في الجزئية دي عشان كده الجزء ده اللي هنا انا بلونه وبشفه لوحده عشان بيحصل فيه تداخل ما بين الامام ما بين الجزئية الجانبية طب وبعدين الناحية التانية لسه ما كملتش وماله انا هاجي هنا شايفين يا ولادة القائم العمود القائم بنزل بيه تحت خط الوسط اهو شايفين نزلت بيه كده وبعدين في نص المسافة بدخل لجوه نص سنتي علشان اعمل تعديل خفيف بدوران طب وبعدين من عند الخط بتاعي اللي هو شايفين الخط الوهمي التاني ده قال لي اه انا هوصل التعديل بتاعي الالم الاسود اهو برسم التعديل المنحني الخفيف ده اهو وبعدين بعمله تكسيم يوصله لغاية الخط الوهمي هبص الاقي اتنفس بالطريقة دي اه اللي حصل بيه عندي يا ولاد اعملها لكم بلون احمر عشان تبين شايفين من الجزئية الجزئية دي اهي انا بعملها واخدين بالكم من الخطوط اهي اهي لغاية الخط الاسود كل الجزئية دي هي الجزئية اللي المفروض انا بشفها واخليها مستقلة عن البطرون بتاعي وابدأ بعد كده اوصلها وادف لها مسافات خياطات في البطرون اللي موجود طبعا ده النموذج الاساسي بلونه لو انا عشان حابب ان انا الونه اشوف شكله النهائي عند خط النصف للامام وبكتب يا ولاد بياناتي على البطرون خط النصف اكتب عليه خط النصف وباجي هنا خط الكتف اوصله خط حردة القبط وحردة الرقبة ده كده الجزء الايه الامامي الجزء الخلفي لو انا عايز اكمل بطلوينه باخد طبعا هنا الجزئية دي وبعدين الكتف والدوران الرقبة وهنا طبعا الجزء ده بيوصل معايا والجزء حردة القبط الوقت بيجري معاكم احنا كده خلصنا بطرون الوقت بيجري بسرعة مش بلح اخلص معاكم البطرون اتمنى ان انتو ترسموه مرة واثنين تاني مع بعض في البيت لوحدكم كده مرة واثنين بحيس ان احنا باقي القصة والموديل بتاعنا وناخد الكم المرة الجاية هتوحشوني والى ان نلتقي باي باي